اشتركوا في القناة 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 بنا نحكي عن كل هالأمور من هالناحية هاي من ناحية علم النفس طبعا علم النفس الداخلي بشكل خاص لليوم. تغيرات المرأة لما بتصير حامل كتير طبيعي. هلأ فترة الحامل هي فترة يعني فيها حلوتها وفيها صعوبتها يعني أكيد راح المرأة أول ما راح يبلش الهرمونات بجسمه وهي سينتيفكلي بروفن بتصير الهرمونات عا تضاعف يوم عن يوم. هالهرمونات عا تضاعف لسبب معين. لحتى تهيي الجسم انه يقدر يستوعب هالمرحلة. وكمان لحتى كمان تحمي الجنين فإلى هدف. بس كمان هالهرمونات لما تبلش تلعب المرأة بتصير أكسترا سنستيب حساسة زيادة عن الزوم ويمكن اذا المرأة ما عندها شوية وعي وإدراك انه شوية بيصير جويتها بتبلش تدمر حالة أنا ما بحب حالي. أنا تغيرت لكي فصار جسمي. كيف بتشوف حالة بالامريا طلع السليوليك الاخبار اللي بتصير وهي شي كتير طبيعي. أنا بفهم انه يعني نحنا كرجال ما منحس يعني منكون عم يعني عم نحكي عن الأشياء حسن ما نحن شايفينها. بس المرأة هي عم تحس جويتها بسبب هالهرمونات يلي عم تضاعف. المناعة طبعا بتنزل كتير. كل هاو دي العوامل مع بعضهم بيخلقوا له هاي دي الحالة. بتصير بتتعزم الأمر. بتصير تفكر هي بها شي في شي غلط لاي مثلا الموت طبعها طالع نازل كده نهار. بتصير كتير أجراسيب أمرار. خصوصا إذا كانت بأول حمل. مزبوط. يعني هون 8 أصعب. نعم. لأنه عامل الخوف. أول 3 شهر. نحنا بنعرف أنه إذا بدي يصير فيه مثلا إجهاد بدي يكون أول 3 شهر من الحمل. لما قطعت المرأة أول ترايمستر. خلص بتخف الأشياء. بهاي أول 3 شهر عامل الخوف كتير بيلعب دوره. وإذا المرأة ما كانت مستوعب شو عم بيصير وما بدي يكون عندها شوية إيمان. إنه كمان بتستعين بهاي القدرة الإلهية اللي أعطينا إياها. إنه تقدر تشتغل على حالة شوي. وتستوعب إنه اللي عم بيصير معها. شي كتير كتير طبيعي. وتحاول إنه تميك ده بس. مثل ما بنقول نحنا من اللي عم بيصير. تشعر بالإمتنان شوي كمان. أخير. بتكون ممتنة لأنه للأسف نحنا بننسى كل النعم اللي الله عطينا إياها بلحظات زعل أو بلحظات ضعف. وهي دي الأوقات لازم نتذكر فيه إنه لا إنه الله عطينا كتير. وإذا بس بنقدر نعيد الأشياء كل يوم الصبح. نحنا نقول count your blessings. كل واحد كل يوم الصبح. أول ما يوعد قبل ما يفوت على التليفون ويبلل سوشال ميديا. يشكر ربه على كل الأشياء العطية إياها. الأشياء الحلوة يعني اللي مثلا في أدنيها ما هو فاقد الشيء بدي يكون واحد فائد الشيء لحتى يعرف قيمته. نعم على كل حال نرجع نتذكر شو يعني أنا حامل. يعني شو يعني مرأة عندها النعمة الإلهية إنه هي عم بتشارك بالخلق عم بتشارك باستمرارية الإنسانية يعني أنا بقول غانية بعد الله أول شيء كل يوم نقول هاي الجملة هاي. صح. وبعدين نرجع نشوف الأرمونات والتعب والمصاحة وكمان فيه العيان النفس ما ننسي. العيان النفس ما فيه آكل وضيق نفسي وما عم بقدر نام وعب يجعني ظهري ومش قادر يأحرك. هلأ ما بعد تالت وانا الدكتور بتصير أهون يعني. هلأ ما بعد الخبرة بتصير معمدة على كل التغينات اللي راح بتصير. مع أنه بقوله إنه كل حامل عنده خصياته أنا بدي أطلبهم كل السيدات أو حتى الرجال يلي عبعانه من هالأمور هيك مع أمهات مع زوجاتهم يتصلوا فينا على 0464 ونحن عم نجاوب على أسئلتكن مباشرة على الهوى. أنا بقول رانيا أنه بعد الله على الأرض تجي المرأة. لأنه الدور اللي بتلعبه هي اللي بتقدر تعطي. هي اللي بتخلق. يعني نحن نقول الله بيخلق كل شي على الأرض. والمرأة عم بتشارك بهذا الدور. هي كو كريايتر. يعني هالجنين هالمعجزة اللي جويتها. المرأة عندها قدرة على العطاء. عندها قدرة على الحنان. عندها قدرة على السلام. لحتى نطلع نحن بالطاقة الذكورية. شو صارت عاملة فينا بهالكون. وكل هالحروب. وكل هالكره اللي عم يصير. نحن هلأ بننا كاونتر بالنس. بننا طاقة ألوثية تتجدد بالأرض. لحتى يصير في شوية خير. لحتى نرجع لنعمل بالنس بهالكون. يعني هذيك مرة كنا عم نقول أنه اليوم نحن في لبنان مثلا. لو كانوا السيدات أكتر موجودين بالحكم. هل كنا وصلنا لهالمشاكل وهالحرماني اللي عم نحرمه لأولادنا ولعيالنا. لو كانوا سيدات اليوم بين روسيا وأوكرانيا موجودين بالحكم. هل كان فيه هالقتل وهالإجرام هيدا للولاد وللأطفال وللكبار بالسن. ما بفتكر. يعني هوني لازم نرجع لعيد النظر بكل مفهوم المرأة. بكل مفهوم الأم تحديدا. وقدي عن جد يعني مش كل الناس عندهم هالنعمة هاي. ومش كل الناس عندهم هالحظ وهالفرصة أنه يكونوا أمهات. نحن اليوم رح نحكي بشكل كتير إيجابي. أكيد رح نحكي شوية علميا عن هالموضوع وكيف نتخطى هون. خلينا نأخذ أول اتصالة اليوم. ألو. صباح الخير. بدي أسأل الدكتور بالنسبة للموضوع اللي عم تحقق فيه. نعم تفضلي. هو طبعا البابات الثاني والثالث يصير عند الأم في خبرة بالشعور وبالبيت وبالتلفي. بس هالشعور الدفرسيون والانجواث يلي بتحسي الأم خلال الحمد. نعم. بنتقل للولاد. حلو كتير هالسؤال شكرا لأليك. هل هالشعور أو هالفترة الداون يلي بتمرق فيها السيدة ممكن توصل للولاد للجنين؟ هلأ الأبسن داون هي تقلبات المزاج الخفيفة يلي بتصير وهي طبيعة طبيعة هي عوارد بتصير بأول فترة بالأول ثلاثة شهر كتير بتصير. ما بتأثر على الولاد. بس إذا المرأة صار عندها حالة مرضية. يعني اكتئب أو بايبولر أو أنجايتي زيادة. أكيد بيتأثر الجنين فيها. وممكن تخلق. لو بنبلش نشوف أنه لما يخلق البيب. بسير يبلش عنده مشاكل على كبر حتى. وبنتصرف. ونرجع هايدي بكيف كانت تلقيم. من لذلك لازم نعالج هون هالموضوع. يعني من لذلك اليوم الطبيب المختص ضروري يكون عم بيتابع هالموضوع. حتى نستلقى. يعني الحلو أنه صار فيه علاجات لكل شيء. إذا كانت المرأة already depressed وفاتت بمرحلة clinically depressed. عندها حيلة مرضية وصار فيه حامل. أكيد بدأت تتراجع الدكتور تبعها لأنه بدي تغير الدواء. لأن الدواء قبل الحمل مش مدواء اللي بفيها تاخده during pregnancy. وبدأت تتابعك بالمرحلة. ما في مشكلة. يعني باتتابع حتى ما هي تتأثر هي وما يتأثر الجنين بالمرحلة. ولكن نحن اليوم بنحكي عن حالات اللي نوعا ما طبيعية. وبتصير مع كل السيدات بهيكي levelز مختلفين عن بعضهم. يعني شوي أقل شوي أكتر. ولكن ما عم نحكي عن اضطراب طبية. أكيد أكيد ما عم نحكي عن اكتئاب بمرضي. دور الطبيب قدامهم. الطبيب بالنساء قدي دورهمهم إن كان بيتتوعية بأول حمل. أو حتى بالمتابعة بالحمل الثاني أو الثالث. يعني أنا بقول الدكتور النساء بيصير هو كمان المعالج النفسي مع المرأة. لأنه بيصار فيه أنه trust فيه ثقة بين المرأة والدكتور تبعها. بيصار فيها تاخده وتعطي معه. بيقدر يقلها إنه شو الأشياء اللي فيها تعملها وشو الأشياء اللي بتساعدها تتخطى هاي المرحلة. أنا بحب أذكرها إنه أول شيء بدي يكون فيه نظام بيزيق كتير مهم. كتير ممنيح لحتى تقدر هي تساعد حالة كمان. لأنه كمان الأكل اللي بناكله بأثر على صحوتنا النفسية. بقى تحاول تعمل رياضة. بقى تحاول تحرك. بقى تحتم بحالة. بقى تعمل مثلا تعمل مساج. تدلع حالة شوي بهذه المرحلة. وأكيد المساج مش أول ثلاثة شهر كمان. ببعض هاي المرحلة. هوني كمان بيتابع الطبيب. يا في أطلع أنا والأول شي عم تحكي أنت أنا عم تذكر طبيب كل الوعب. دو جاله تحيي دكتور نيكولاب عقليني لأنه قد ما بريح أن جد. قد ما بحسس أنه ودايما بقول جملة كتير مهمة أنه الحمل منه إعاقة. الحمل منه مرض. هيدا شي عادي. منكمل حياتنا عادي. طبعا بشكل هيك معتدل أكتر. وبيتابع إن كان النظام الصحي أو حتى الرياضة أو كل الأمور. الشغل وكل شيء يعني ما من نقول لا. المراطن صحي أكتر من كيلو بالشهر. طبعا هيدا أهم شيء. لكن الحال يعني حتى بهذا الموضوع في حالات معينة بين سيدات بيأخذوا بعض العلاجات خلال الحمل أو غيره. ولكن كمان مهم كتير أنه الطبيب يكون عم بريح ويكون عم بيوجه ويكون عم بيقول أنه هالسيد اللي عم بيصير معه هو شيء كتير طبيعي وعادي. ذكرت التغذية دكتور وهلأ بعد شواء بدأ أخذ رأي راندا من الموضوع. لأنه دائما بتحكي عن التغذية. قد التغذية ممكن كمانا تعلي المزاج. توتي المزاج. ممكن تتقل الجسم. ممكن التعب. ممكن تخلي الجسم يصير عن جد مكتئب أيضا. يعني الفاست فود أكيد بيعمل تغلبات بالمزاج. لأنه حتى كمانا السكر كتير بيأسروا لأنه بيعملوا دغري أنه بيطلع الانسلين شوي بيهبط ويبالش يتقلب المزاج. فبالتكون المرأة عارفة أنه بتاخد نظام متكامل في كل النيوتريانس اللي هي بيحاجة لإله واللي الجنين بيحاجة لإله. تبعد قدمة فيها عن الفاست فود تبعد قدمة فيها عن المقالي تبعد قدمة فيها عن السكر والشوكولات وهو دي لأنه ما بيساعدوها كتير يعني شوي. نعم ممكن شيء بس إذا كترد أكيد مرة بيساعدوها كتير. مرة حضرنا سوا دوكيمنتري اسمه هيل ما حاضرتك ودايما منحكي عنه ومنرجع منعيد الحديث عنه وبيحكي عن الأمراض المستعصية الكبيرة قدام ممكن الإنسان يكون عنده قدرة لشفاء ذاته. بهالوضع هذا قد أسهل أول شيء الموضوع وقدام نقدر نشتغل عليه. أكيد إذا المرة بتكون عندها إدراك ووعي على كل شيء عابيصير جواتها. هي أكتر شيء حاسب شيء عابيصير جواتها. وبتقدر تعرف الأشياء بدون ما تضخمها. بدون ما تعطيها أبعاد أكتر من ما هي. إذا بتقدر هي تهتم بحالها وتحب حالها وتشوف أنه هي شيء worth it. لأنه عمرها لما يبلغش يتغير الجسم وتطلعها بالمرأة. بتبطل المرأة تحب حالها وهذه مشكلة كتير كبيرة. لأنه إذا أنا ما قدرت تحب حالي ما قدرت تحب الشعب شوف قدامي رح أخلق لحالي كتير مشاكل. يعني بتبلش الأفكار السلبية تتغلب علينا. ولما يصير في أفكار سلبية بيبلش الأفكار السلبية تأثر على الجسم تبعنا. وبيبلش كمانا. بتزيد. أكيد. بتزيد الأصص. يعني مبعد في واحد يعمل كنترول. بس في حدا تاني عم بيشوفها المرأة. واللي هو شريك. يعني هؤلاء بعد أن دعوة كمانا على قدية مهم يكون الشريك داعا بمرحل بهالفترة هايدي. بكل الفترات. مش بس بهالفترة هايدي. بس بهالفترة هايدي زيادة لأنه مرأة بتكون كتير كتير حساسة. يعني بيضل يذكرها قدية هي حلوة. بيضل يذكرها قدية بيحبها. بيساعدها بكل الأشياء. إذا باتمشي على نظام غذائق معين. مثلا يدعمها ويفوت معها هو كمان بنفس النظام. يساعدها إذا عندنا أولاد. يساعدها مع الأولاد. يعني بدي يكون كمان هو دوره فاعل بالبيت. لحتى كمان هي تقدر تتخطى هالمرحلة. لأنه هو شريك بهالمرحلة كمان. ما البي بي كمان نسئله ونسئله. فبدي يتساعدوا مع بعضهم. يعني بدي يضل من الطفل الأجواء بالبيت. دكتور بدي أسألك سؤال عن جد شوي شخصي. حضرتك كرجل يعني وزوجتك طبعا عندكم أولاد. وتغير جسمها وتغير مودة وكل هالأمور. الرجل بدل يشوف زوجته حلوة ومثيرة. وبحبها خلال الحمل. لأنه المرأة بتخاف أنه ما يعود يشوفها كمرأة. يعني يصير يشوفها بشكل مختلف. يمكن يكون في خيانة أو يمكن بعدين ما يعود يرجع يحبها متل قبل. يعني هون يمكن في شوي من الرجال ما رح يحبه جوابي هلأ. إذا أنا بحب مرته لأنه جسمها حلوة ولأنه هي حلوة بس هيك أكيد رح. بلي لك هالحب. بلي هالحب لها مش حب. أنا بحبها لأنه هي إنسان. لأنه إنسان عم بتشاركني حياتي. بحبها من جوا. بحبها للأشياء اللي عم بتعطيني إياها. بحبها للنعم اللي عم بتخلق إياها بحياتي. ففي كتير يعني معنى الحب بتغير. فساعدت إذا بحبها بهالطريقة أنا بسمه authentic love, the real love, true love. يعني ما ربي تغير. إشاء الله بتصير. مرته بتسألني إذا أنا برميل أو منطاد. بقلت كتنين ومنصير ننكت عليه الموضوع إنه شو المشكلة يعني. فيك تكوني مثل ما أنت أنا بحبك مثل ما أنت. فأكيد إنه إذا عم بتطلع على الأشياء الخارجية الفيزيكال. حي الأشياء بتتغير. بتغير مع الوقت مش بس بالحمل بتتغير مع المرأة. كلنا نتبعاً خطير. ولو حيتغير شكلنا. طب أنا إذا بيتغير شكلي ومرتي ما بقى تحبني بقى لأن أنا تغيرت أو أنا كبرت. ففي شي غلط سادا. بس بتضل الرغبة موجودة. أكيد. لازم تكون موجودة. وترجع كمان الحياة مثل ما كانت قابل الحمل من بعد ما تولد المرأة. لكن من بعد ما تولد أنا بقول هيدا أصبع ديناميت وبينفجر بالبيت لما يجي البيبي لأنه كل شي بيتغير. نووي. كله بيتغير. يعني البيبي بيبكي. أول شيء يحطي راكل جنومه. يعني الاهتمام بيصير كثير للبيبي يمكن الرجال يغار يعني. يعني أقول أنه بلايل اهتمام مش لإلي. حتى مثلا جنسياً يمكن ما يصير فيه كثير علاقة جنسية بالأول. ممكن كثير رجال إذا كانوا وبدوا هيدا الشي يخلقون شوية أنه توتر وحساسية بالموضوع. من هون يصير فيه خيانات. ممكن ما يباليش يطلع لبرة. أنا عم أحكي لك الرجال هلا. نعم. بس أكيد مش صايرة معنا. لا أكيد. التوضيح. بس هون كمان ضروري نعرف أنه هي مرحلة. ذكرت شغلة وخلينا نقررهم ببعض أنه اليوم لما الشخص يكبر بالسن. يمكن ما نعود فيه كثير رجوع بهالموضوع. بس اليوم المرأة الحامل هي منه وضع دائم يعني وهيدا ضروري أن نرجع نستوعبه كمانا. يمكن قدي هيدا مهم أنه نرجع نتذكره كسيدات كل يوم. بس كمانا فيه دول للمرأة. المرأة كمان ما بتترك حالة أنه تنصح 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 تأخذ 40 كيلو بالحمل. لأنه بتتعذب فيهم بعدين. نعم. هيدا دكتور نيكولا عبدو يقول ليه. نعم. يعني صعينا من 10 إلى 12 كيلو كتير منيح بأي الحمل. هلأ في كتير نسوين بتاخد أخر منه؟ صحيا كمان. صحيا أكيد. لدهرة لركبة لجسمة لحتى هي تكون كمانا مرتاحة. بدي كمانا أصلت على شيء بعد. حكينا عن الدبريشن. إنه ما بعد الولادة فيه كتير من حمسمية البيبي بلوز أو بوستبارتن ديبريشن. وهذا شيء كتير طبيعي. البيبي بلوز شيء كتير طبيعي. يعني بعد ما يخلق البيبي بيوم يومين بتبلش المرأة تحس حالة أنه متطربي ومانا مرتاحة. ما عب تفهم على البيبي. ما عب تفهم أنه شو عب يصير اللاعب يبكي. شو بقى تعمل. وبتبطل تقدر تنام لـ 8 ساعات. اللي بتنام كل يوم خاصة إذا كانت المرأة شوية أنه بتدلع حالها. فهي التغيرات تخلق لكتير تقلبات بالمزاج. ويمكن كمان تنعكس على الشريك. فكمان هون الشريك بدي يكون واعي أنه هاي دي مرحلة راح تقطع. عادة ما بتكون أمرار جمعتين أمرار شهر. إذا تعدت لـ 3 شهر. هون بيصدر فيه علامة استفهام. لازم ترجع للحكيم طبعا. يمكن تكون عب تمر بمرحلة ديبريشن أو اكتئاب. وفي كتير نسوين ما بدي أقول كتير نسوين. في نسوين بتمر بسير أنه بتعمل أباندمنت. بتبطل تحب البيبي. ما بتحمل وما بتحبه. هي مرحلة بتقطع. نعم. رح نحكي عن ما نحن تتابع بهالموضوع. بدي أخذوا أفكتير صغيرة ومنشا. فاميلي لليوم. مع دكتور ميسر سريدين. دكتور بيعلم النفس الداخل والاجتماع. استجامع وموضوعنا لليوم. كيف تهتم المرأة الحامل بصحتها النفسية. تقريبا نخلص وقتنا عم نزيد بعض الدقائق. أكيد إذا حدا بحب يتصل فينا على السفر أربعة ست أربعات. حكينا عن خلال الحمل. بين الشكل والنفسية. قد هني معنلاقينهم مربوطين ببعضهم. هلأ الشكل أكيد بيأثر شوية على النفسية. بس أنا بقول النفسية وطريق نظرتنا للحياة. هي اللي بتأثر على كيف نشوف حالنا بالمرأة. والبراشر اللي بنعمله على حالنا تسايدات يوم ما فينا كل الوقت نكون موضلز وبلوجرز وما بعرف شو. ماشي الحال يعني. this is not normal كمان. اللي بنشوفه is not normal. واذا كنا ناس هنو بلوجر ناس. كمان حلوين. كمان حلوين. أنت بكل حالاتكم حلوين. تسلام. وهون كمان كنا عم نقول عن دور المشاركة المشاركة. يعني مش بس أنه يجي الشريك يعطي كمبليمان وخلصت القصة هنا. بلتحس المرأة حساسة. بلتحس بهالحنان بلتحس بهالعطف. لالعطف اللي هي بتعطيه والحنان اللي هي بتعطيه كمان بلتحس فيهم بهالمرحلة هاي دي. بلتحس في هايك الرجال بدي يكون شو داعم لها بدي يكون واقف حدها لأنه بتعبها أكتر إذا حطت براشر عليها. أنه نصحتي كيلو زيادة أو نصحتي اثنين كيلو زيادة ما في مشكلة. مهم هي تكون مرتاحة مع حالة ومرتاحة ببيتها لحتى كمان تقدر تربي جنين ببطنة. يطلع يخلق مرتاح وما يصير عنده عوامل نفسية بالمستقر. على كل حال ما نروح أكسرين بولا أي شيء. يعني ما ناخد أربعين كيلو بس ما ناخد بس ثلاثة كيلو. لأنه أسببت الدراسات اليوم أنه هيدا الموضوع بيزيد من الكئيب لأنه جسم المرأ بحاجة. لكل هالنمو لحتى ينمي ولد حتى من بعد عن الرضاعة أيضا قدي الجسم بحاجة أنه ما يخسر كل شيء فرد مرة. يعني هون هالأكستريم هالمحلين اللي منروح عليهم من ميلة للتانية كمان أقدي لازم نكون معطي. يعني نكمل حياة عامتي. بالانس بدي يحاول الإنسان يلاقي توازن بالأشياء اللي عبي يعملها مطلقا شو ما كانت بدي يكون في توازن بحياته. وبحب أن تذكر شغلي بالآخر نرجع أنه تظل المرأة تحب حالها تحس بقيمتها وتتذكر دايما أنه الله عطيها كتير نعم. وبرجأ لحقيق عيد الجملة اللي قلتها من شوي المرأة بنبعض الله على الأرض لأنه هالأدي عندها طاقة هالأدي عندها حنين هالأدي عندها عطاق. وقدرة أكيد فلهيكي ما بدنا يعني بلنا شبهوا بعض المرأة واحترام لأيها كل الاحترام. تانكي وما تنطر أنه حدا ولا يطلعها ولا ينزلها تكون عن جد هي متماسكة مع حالها. وبديقول بعض شغلة هيك تأنهي الحلقة أنه في كتير رجال حتى بيقولوا أنه أحلى شيء بجسم المرأة من بعد ما تصير قيم أنه عندها بعض شوية تبطن. أنا بعضه عندي كثير مش شوية على كل حال وما بقى فارقة معي يعني من بعد تالي تولد بتصير أنه خلص أنا مرتاحة كثير مع حالي. تانكيو فمش غلط يكون عنا شوية دفويات بجسمنا بشكلنا بشعراتنا يعني ما حدا نكامل على هالأرض وما ننغشب أبيا اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا دكتور ميسر سريدين شكرا لألك وشكرا على الإيجابية وشكرا على هالكلام الحلوية اللي عطيته لكل النساء لليوم. أهلا وسهلا فيك رح ناخد بريك وميرشا. اشتركوا في القناة